الناس بتغير وتبدل على وشها أقنعة ياسمين رئيس بتغير شكلها بمنتهى الجرقة بغير شكلي عشان شغلي لأ بعيداً عن شغلك ما تقولي ليش كده انت عارفة اني مش هصدقك انت بتزحي من النوم تغيري شكلك صح ما بتخافيش من التغيير في الشكل لأ في ايه بتخافي من التغيير دلوقتي بقيت بخاف الأول لا كنت أجرع بكتير دلوقتي بعد ما بقيت أم وبقى عندي بيت وبقى عندي عيلة بخاف بخاف أغير مكاني بخاف أغير الروتين الروتين دا عموماً بيخليكي حاسة أكتر ان انت متطمنة انت وابنك وعالتك يعني حاسة انه دلوقتي تغيير شكلك المفاجئ والسريع والكتير واللي في شوية جنون أو خروج عن المألوف أحياناً وبيطلع حلوة عليكي الحمد لله بتعمليه بيبقى نابع من ايه طالع من ايه مش عارفة أنا طول عمري كده يعني يعني مالوش علاقة لا قصدي بيعكس ايه في شخصية ياسمين أكيد بيعكس حاجة بقى احنا محتاجين حد يحل حاجة بواكيد غيرت ملل جذب انتباه بس أنا طول الوقت أعمل كده طول الوقت قاعد أغير في شعري وغير في شكلي ايه مش عارفة بحب بحب كده دا فدني في شغلي أكيد بس دا سبب ايه يعني أنا عمري سبب ايه جواكي سبب ايه جوايا صداي عمري ما ركزت سبب ايه جوايا بس انت خالتين ناخد بالي دلوقتي هسأل السايكايترست بتاعي لسه كنت هسألك بتروحي الدكتور نفساني أكيد مونولوج التحول في حياة ياسمين رئيس في حياة كل شخص ممكن يجي موقف معين أو شعور معين يخليه قرر ينتصر لنفسه فيقوم قلب حياته كده رأسا على عقب ومصيره يتغير للأبد اه الموقف ده حياة ياسمين رئيس لا فيه موقف كتير بس الثاني سنة لشان سؤال فيه شوية كده دبث عايزة أفهمها فيه حاجة بتحصل في حياتي في حياة الواحد الموقف أوكي تخليه يغير بتتغيري رد فعلك في لحظة كده بتقفي مع نفسك رد فعلك على الأشياء بيتغير وبيتغير بقية حياتك صح صح طريق كله بيتغير بعدها هي حصلت لي أكتر من مرة أول مرة كانت أول مرة كانت لما خدت قرار إن أنا أكمل في شغلي يعني أنا كنت ماضل وبعدين بقلب أبقى ممثلة فبطلت فترة كبيرة قوي وكنت خلاص يعني مش هكمل وبعدين فجأة وقفت كده قدام نفسي في المراية قلت النفسي كده كلمتين وقلت إيه طب خلينا كده نجرب مرة كمان بس بطريقة مختلفة وكانت هي المرة وبعد كده لما بقيت أم برضو كان فيه وقفة معينة لازم وقفة بصي فيه مراحل كتير تغير جامد وبعدين بعدها بقيت أم تغيرت أكتر وبعدين سنة الكورونا دي كانت آخر حاجة طبعاً لأن مام الله يرحمها كمان تعبد في السنة دي وتوفت فدي كانت آخر يعني آخر حاجة حصلتلي في حياتي عملتلي تغير جامد جداً جداً في شخصيتي إيه أكتر مرة فيهم فكرة كويس قوي أنت قلت لنفسك إيه بينك وبين نفسك قلت إيه الياشمين بصي أول مرة لما خدت قرار عشان شغلي ولما قلت لما بصيتلي نفسي وقلت خلاص يعني حاولي آخر مرة وعشان ما تحسيش بعد كده أن أنت قصرتي في حق نفسك أن أنت تحقق أي حلمك وبعد كده لما قلت لنفسي أنه مفيش أي حاجة تستاهل أن أنا أزعل عليها أو أن أنام على المخدة وأنا معيطة لأن أهم حاجة صحتي دي كانت بعد عشرين عشرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر